السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا بكم في قناة مايكوتيوب ونهاردة ان شاء الله هنقدم حاجة مبايزة جدا في مجال الانوية اللي هو اختبار كفاءة المواد المعقمة او البيس انفكتنط طبعا بالنسبة للبيس انفكتنط عندي حاجات كتير جدا يختلف عن بعض فيه حاجة اسمها للطريق القضاء على البكتيريا او خطريات وزراءة وطبعا ست colonتهز عند مزع الاسم وطبعا فلتصم punya المزuir الاسم دي على مدار كل اسبوع مثلا او كل اسبوعين او كل جهر على حسب الاسطاد اللي انت عملها. اه وطبعا اه بالنسبة لي الاسنفكتن فيكسي. اه اه الحاجات المشروع دي دم فيه مجال الادوية بالاخص. اللي هو الالكورلت اللي هي الالكورليات. ده اللي سنقول ايزو بلوبيل الالكورل. طبعا بنستخدم التبتيز اللي هو متعارب عليه عالميا. اللي هو السبعين كلمية. في ناس بتقلل عن كده. اه في ناس بتقلل عن كده. طبعا ده بيكون اه بي دراسة وباليديشن. اه 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 انا مستطلق دلوقتي في الفيديو بتاعنا اللي هو الفحول السبعين في المهية. اه 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 انا مميله دراسة 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 اتفاقة. وهنشوف اله اه ونعمل كمان الـ surface challenge test. وهنشوف التأثير الفحول على التأثير الفحول على التأثير الفحول على الناقلب الموجودة. اه اه ونخط تركيز عامل من التأثير لكي نرى الكفاءة بعد الـ call at 8 وعن الـ contact time at 8 بالنسبة لذلك الكلام بتاعتنا سنستخدم زي ما موجود في الـ guidelines 10.6.10.7 CFU per 0.1 million اللي هو بيكون 10.7.10.8 CFU per million هنتكلم اليوم عن الـ selfless challenge test تاستخدم زي ما نفعله اول حاجة نفعله علشان اداء محكاتم للأسطح الموجودة في الـ microbiology او موجودة في الـ production area ايه الحاجات الموجودة للأسطح اللي بقدر اعقامها في الاماكن اول حاجة عندي الـ epoxy اللي هو الـ production الـ production عندي بعد كده الـ style steel اللي هو كل الـ machines موجودة من الـ production بعد كده الـ salatory fitting corners دا الحاجات اللي هي الـ corners اللي بابتبق موجودة ما بين الـ e-box والـ panel بعد كده الـ glass الـ glass دا هو الازاز سواء الازاز عندي في معمج الـ microbiology او في الـ production area بعد كده عندي الـ production panel اللي هو الـ panel موجودة من الـ بعد كده هنيجي نتكلم عن طريقة الدراسة منوتكم بقى فيه طريقة الدراسة الوقت هنيجي نتكلم عن طريقة الدراسة طبعا كل الـ samples بتجيني سامبل 20 في 20 بعد كده بحدد عليها مساحة 5 في 5 بعد كده بحدد عليها مساحة 5 في 5 ولكن اخدت مثلا السامبل بتاعتي اللي هي الـ epoxy بحدد عليها 5 في 5 اللي هي المساحة بتاعتي بحدد عليها الجزء دا بستخدم عليه او بشتغل عليه بطريقة من الـ surface challenge دلوقتي انا عندي بستخدم اعلى تركيز من الـ CFU الـ 12.8 تقسيم اعلى 3 بتطلع 3 في 10 قس 7 بعد كده اللي هي الثلاثة في عشر السابع اللي هي الثلاثة بوينت تلاثة في عشر السابع اللي عملتها بالـ calculator هتطلع الثلاثة بوينت تلاثة في عشر قس 6 وده التركيز اللي انا هشتغل بيه طيب او التركيز النهائي دا الـ Iniculum النهائي بعد عملية الـ Mixing مع الـ Iniculum مع الـ Neutralizer اللي هو الثلاثة ميلي هذا السابع بعمل عليه اللي هو الـ 1 ميلي و الـ 1 ميلي و الـ 1 ميلي طيب الـ Procedure بتتم بزيجه الـ Procedure اول حاجة بعمل اللي هو الـ Control اول حاجة السيرفز ده سواء الـ Procedure او الـ Stary Steel او اي امكانك النوع السيرفز اللي هشتغل عليه لو اين فايدخل تعقيم يدخل تعقيم علشان يبقى اه بعد كده لو مشان فايدخل تعقيم طبعا بعقمه بأي حاجة بعد كده بعمل بعمل اللي هو الـ Stryl saline كذا مرة وفي الـ Final Lens بيأخذ الـ Control سواء ادخل تعقيمه او مدخلش لازم اخذ الـ Final Lens اللي علشان يشوف البداع free of any microorganisms بعد كده بأخذ واحد ميلي بعملها سوابين كواس كده على المطيقة اللي هي خمسة بعد كده بضيف الـ Imiglum بطريقة سوابين for specific time الـ specific time دي هاي بتحددلي بقى بتحددلي الـ Contact Time العشر سواي من عشر لثلاثين زانيات ده بيحددلي اللي هو زيله طاعم بتاعي ده بشتهال علي بعد كده واحد ميلي اني ميلي ثلاثة ميلي اربع ميلي خمسة ميلي وهاكده عشرة ميلي يبقى واحد ميلي ثلاثة ميلي ثلاثة ميلي الى 10 مرات تمام بعمل الـ Contact Time طيب الـ Contact Time الـ Contact Time بعتمد على ايه؟ بعتمد على اول حاجة كل ما بتزود التركيز بكون الـ Infectasy أفضل وطبعا بيجي عنده مرحلة كده كل ما بتزود التركيز عن المرحلة دي يفنسي بالتالي فالأفضل تركيز عندي اني بشتغل علي اللي هو الـ 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 70 دمائد في ناس بيطيل عن كده علشان بتعمل الـ يوفر 5 ميلي في كل تحضيرها في هذا يوفر ما ده طبعا لازم اعطيك دراسة و الـ بعد كده اللي هو الـ يوفر 1 ميلي بالشيئ بالشيئ وانواح نظيم بالشيئ لنقوم بالشيئ بالشيئ لاتحضر بسبب للشيئ الـ انواح 1 ميل 2 ميل 3 ميل وكما بعد كده ثم نضيف الوضع في الوضع في الوضع بعد السواب اللي بقى بي انا حطرت الثلاث عجال على بعض اللي هو ديس انتريكتان بعد كده ضيفت الانيكولم بعد كده ضيفت الانيكولم عشان او بقى في التفاعل بتاعي بعد كده بعمل داخل بالسواب تقريبا للسواب بيثبت واحد ميلي واحد ميلي في البيزوف كوتون اللي هي موجودة على السترالي السواب فاعمل لها بورتكس في تسع عملي اللي صلاحيب واعمل دايلوشن في فايف تيوبس طيب لما بيصرف معايا في تيوبس دي هناك لهم بحسن ازاي اللوك ري داكشن خليك معايا عشان نحسب مع بعض اللوك ري داكشن